باقي بالضبط تقريبا حوالي 15 شهر على انتخابات النادي الأهلي بالتحديد يعني تقريبا 15 شهر وكأن انتخابات النادي الأهلي بعد 3 أسابيع الكلام بدأ بقوة جدا من بعد المؤتمر الصحفي اللي عمله المهندس شام سعيد وأعلن النادي الأهلي لن يلجأ للإدارية العليا في حكم المحكمة في بند الثماني سنوات والقصة بقى دلوقتي يوميا مفيش جرنان تفتحه مفيش موقع تخش عليه مفيش أي وسيلة إعلامية غير ما تلاقي موضوع اتخابات النادي الأهلي طبعا ده النادي الأهلي ودي قيمة النادي الأهلي وكل حاجة لكن لسه بدري قوي يعني النهاردة مثلا بعض الصحب تكلم ان البقانس إبراهيم المعلم خلاص خد قراره ان هو نازل والنهاردة الأخبار محددة القيمة بتاعته كمان مين والكلام ده كله في رأسه ده أقول بقولكو بقولكو بقى قد إيه بالضبط عشان تبقوا عارفين لسه بدري قوي وكابتن طاهر أبوزيد في النحية الأخرى بدأ يجهز قيمته وذكر فيها بعض الأسماء الأستاذ محمود طاهر ذكر فيها أيضا في أسماء تانية كتير يعني ذكرت فيها آه للوقت سفير نور من ضمن الأسماء لذكرت انها تبقى في جابة في جابة كابتن طاهر أبوزيد يعني بقولكو الأمور بدية بدري جدا 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 ورغم كده باقي خمستاشر شهر يعني مجلس الحالي لسه قدامه سنة ونص شغال عنده شغله وعنده برامجه وعنده كل اللي الشغل يعمله ولكن بدية بدري جدا فيه النادي الأهلي ولأول مرة من سنوات كتيرة زي ما قلت قبل كده الانتخابات النادي الأهلي هتلاقي فيها التمن وجوه جديدة يعني كل اللي موجودين خلاص بيطبق عليهم بند الثماني سنوات وبالتالي اللي جاي كله هيكون مجلس جديد تماما ولأول مرة منذ سنين طويلة هيكون فيه انتخابات حقيقية أو منافسة حقيقية على مقعد الرئاسة بالذات دائما الأسماء الكبيرة هي اللي بتبقى موجودة في الصدارة منذ يعني نتكلم من قريب طبعا أنا مش فاكر قوي طبعا للأزمنة الماضية لكن منذ عهد كابتن صالح قبلي الفريق مرتجي كابتن صالح كابتن وحش كابتن حسن حمدي كلها أسماء كبيرة جدا فلما الاسم زي داي بقى موجود خلاص محسومة يعني زي ما بنقول بتبقى وان سايد جيم ما فيهاش أي منافسة ولا أي هات وخد كده بتاعت الانتخابات وكلام دا لكن اللي جاية دي بقى هتبقى فيها كده فيها منافسة كبيرة جدا على مقعد الرئاسة وعلى كل المقعد اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر